ما الذي يحدث لعقلك وجسمك إذا استخدمت أجهزتك قبل وقت النوم؟ ببساطة أنت تخبر عقلك الباطن أن موعد النوم لم يحن بعد وهو بدوره لن يفرز هرمون الميلاتونين فيتأخر موعد نومك النوم المبكر يساعد في راحة الدماغ ويدعم الخلايا لتنظيف المواد السامة فإذا كانت عدد ساعات النوم أقل من الطبيعي فستظل المواد السامة في جسمك ويزيد التوتر وتسبب ضعفا في الذاكرة وتصعب القدرة على التفكير في حل المشكلات وقد يسبب هموطا في الأنسلين الذي يساعد في تنظيم السكر في الدم وقد تزيد السمنة بسبب انفتاح الشهية عليك أن تغلق أجهزتك قبل موعد النوم المطلوب بساعة واحدة على الأقل وستلاحظ الفرق في نومك واستيقاظك بنشاط وحيوية ترجمة نانسي قنقر